موسيقى 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 يعمل توماس كلين أخصائياً اجتماعياً ويساعد اللاجئين في فرانكفورت أورا إنها المدينة التي لا تبعد كثيراً عن برلين وكانت أفضل نموذج للاندماج إلى أن قامت مجموعة من اللاجئين بالاعتداء على ضيوف ملها الضفضع المحتفلين بسلام وصلوا ولم يتمكنوا من الدخول لكنهم كسروا زجاجاً وفل موسيقى منذ الاعتداء على ملها الضفضع أصبح الوضع صعباً موسيقى 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 مساعدة اللاجئين بالنسبة لتوماس أكثر من مجرد مهنة فقد نشأت علاقة صداقة مع الكثيرين منهم وأصبحوا بمثابة عائلة توماس رجل طيب ولطيف أنت متملقة وهو يساعدهم لفهم اختلاف الثقافات أو البيروقراطية الألمانية أو حتى المصطلحات الجديدة لا يعرفون بعض القواعد ولا يعرفون بعض الاختلافات الثقافية ولكن لا يمكنك أيضاً تغيير الأمر بسرعة إنها ليست زمزة لابيم ما معنى زمزة لابيم؟ إنها كلمة سحرية الكثير من اللاجئين لا يثق إلا بتوماس في هذه المدينة الغريبة في البداية كان اللاجئون يشعرون بالترحيب في فرانكفوت أودا فالمدينة بحاجة لهم فمنذ الوحدة الألمانية رحل عنها الكثير من السكان خاصة الشباب إلى مدينة برلين الحيوية على سبيل المثال وفي عام 2015 عام أزمة اللجوء اعتبرت المدينة بأن هذه فرصة لكي يعيد اللاجئون الشباب الحيوية للمدينة منذ حدث الاعتداء على ملها الضفضع لم نعود نشاهد الكثير من اللاجئين في شوارع المدينة وتراجع اهتمامهم بمدينة فرانكفورت أودا ليلة واحدة كانت كافية لتغيير المزاج في أغسطس عام 2018 الهجوم على الضفضع الملها الذي كان دائما يرحب باللاجئين هذا الاعتداء جاء من العدم لقد وصلوا إلى هنا فقط ولم يدخلوا قاموا بخلاء النوافذ وتحطيم زجاجها وكنا جميعا في المنطقة وحرصنا على ألا يدخلوا إلى الداخل حاولوا الدخول عبر النافذة وقاموا بسهداف الملها بشكل متعمد وكانوا يقصدون الاعتداء علينا نزاع بين ألماني وسوري على امرأة شابة كان سبب هذا الهجوم اتصل السوري بعصابته طلبا للمساعدة وصلت مجموعة من عشرة إلى خمسة عشر رجلا استخدموا السكاكين والعصي الحديدية وقاموا بمهاجمة أي شخص يعترض طريقهم تمكن صاحب الملها من تأمين معظم الزوار في المبنى نقل شخصان إلى المستشفى ومعجزة حالت دون سقوط المزيد وكل هذا في الدفتع نشأ الآن فصيل في ألمانيا حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية بدأ هناك عداء لكل شيء ونحن نشعر بهذا الصراع مع أنفسنا في تفكيرنا في منهجنا سواء بشكل شخصي أو حتى كملها نلحظ الكثير من عناصر الترابط جاء إفريم وكأنني طلبته كلما يتصل إفريم بي يكون لديه مشكلة في الجوال مرحبا إفريم كيف حاله وكيف الجوال حادثة الدفتع تهدد كل شيء حاول توماس بناءه في السنوات الأخيرة بأن تكون فرانكفورت أودا مدينة مفتوحة للجميع حجم مدينة فرانكفورت مناسب فقد فقدت شيئا ما ولكن الأمور تتحسن العمل مع الناس كان حلم توماس الدائم لكن الحلم ضاع منذ زمن في الواقع أردت أن أكون مربيا في روضة للأطفال كان هذا عندما كنت في الصف السابع حلمت بأن أكون مربيا في روضة وقالت والدتي هناك مربي واحد في ألماني شرقية ولكن لن تكون أنت المربي الثاني فقط عمل خمسة عشر عاما في تكنولوجيا المعلومات إلى أن حصل على عرض عمل كمرشد اجتماعي فكرت لحوالي عشرين دقيقة بعدها أجريت المقابلة ثم توجهت إلى مديري وقلت أريد أن أستقل له ثم سأل متى؟ قلت على الفور وفي غضون سبعة أيام كنت خارج قطاع التكنولوجيا المعلومات ودخلت لعمل الاشتماعي المال ليس مهم بالنسبة لي أردت القيام بذلك رغم أن الراتب كان ألف يورو أقل العمل بالآلات أو مع الآلات كان ذلك مجردا بالنسبة لي وبعيدا جدا عن ما كنت أصب إليه لم يعد لديه وقت فراغ منذ ذلك الحين قبل مجيء اللاجين كنت أتوجه أحيانا للصيد ولكن الآن لا وقت لديه أفضل شيء في عملي الحالي أنه يجعلني يوميا في حالة شهف بغض النظر عن أي صعوبات أو مشاكل فأن العمل يجعل المرأة متحمسا دائما ثم وقع حادث الاعتداء على الملحى الليلي الدفضع الذي مثل صدمة للمدينة بأكملها كانت فرانكفورت أودا انتخبت للتو عمدة جديد للمدينة وكان مرشحا مشتركا لحزبي الخضر واليسار والمدينة تفخر بأنها منفتحة عقب الهجوم انقلبت الأجواء عمدة المدينة غيني فيلكي يريد ترحيل المعتدين من ألمانيا الموضوع كان مثيرا للجدل في جميع الأحزاب السياسية عندما سمعت لأول مرة ما أراد ريني فيلكي القيام به كنت غاضبا للغاية كنت حزينا حقا لم أكن أعتقد مطلقا أن ريني فيلكي سيفكر ويفعل شيئا كهذا فيلكي برر ذلك بأنه أراد منع اليمين المتطرف من استخدام الاعتداء لإثارة الرأي العام القلق كان كبيرا ولقد راتت تأكد من أننا نسلك الطريقة الإدارية نعلم اليوم أن الأحكام في حق ثلاثة من المعتدين قاسية لدرجة قد تدعم الترحيل لكنك تعلم أن الأشخاص الذين كانوا أمامهم فرصة ثانية لم يعد الأمر يتعلق بمنحهم الفرصة بل يتعلق بمخالفات كثيرة ارتكبوها بعض المهاجمين معروفون لدى الشرطة وتتراوح عمارهم بين عشرين وخمسة وثلاثين عاما ولا يعملون فمن الصعب بالنسبة للأجيئين الحصول على عمل لو كنت حصلت على فرصة حقيقية فربما كانت الأمور ستختلف الآن محمد حاج مصطفى كان ضالعا في الهجوم على الملها وهو ينتظر حاليا المحاكمة وقد تزوج في تلك الأثناء الآن لا أفكر سوى في العمل والمنزل والأسرة وما يمكن فعله لبناء المستقبل ولم أعد أذهب لملها الضفضع لم أحصل على الفرصة كما قلت مثلا إذا فعل ألماني شيئا مسيئا بالنسبة لي فهل يجب أن أفكر أن كل الألمان سيئون ويتعين على كل الألمان دفع وثمن ذلك؟ لا لماذا يجب أن أعاقب الآخرين عندما يؤذين شخص ما؟ هذا هو الخطأ الكبير هنا هذه وجهة نظر اللاجئين الآخرين أيضا في فرانكفورت أودا لقد أصبحت حياتهم أكثر تعقيدا منذ الهجوم على ملها الدفضع الآن يعتقد جميع الألمان أن جميع السوريين متشابهون وأنهم يتسببون فقط في مشاكل ينظر الجميع إلينا ويقول أنتم تسببون المشاكل فقط هل تريدون تدمير بلدنا؟ كنا في الحافلة مؤخرا وفي المحطة الأخيرة أتسائق إلينا وقال لعدنان عليك مغادرة الحافلة فقالت صديقتاني لنا من الفتيات الألمان لم يفعلوا شيئا لماذا تنزله من الحافلة؟ يرى الكثيرون أن سبب الوضع المتوتر هو أفراد الاعتداء على ملها الدفضع مجموعة المعتدين على الملها ما زال يوجد منهم على معظم سبعة أشخاص في السجن هل تعتقد أنه يمكن مساعدتهم؟ يجب تركهم في السجن سجنهم نعم هذا أفضل حل أيضا عمل توماس أصبح أكثر صعوبة في الواقع أحاول مقابلة اللاجئين أينما كانوا كلما أمكن ذلك ولكن من عواقب حادثة ملها الدفضع هو الشعور بوجود حدود وأصبح من الصعب أيضا مقابلة الناس لماذا يفضل الكثيرون الآن البقاء في المنزل وحدهم؟ لأن لديهم بشرة سوداء ويتعرضون دائما للفحص من قبل الشرطة هذا ينطبق على الأفارق والعرب الذين يتم فحصهم لأدفه الأسباب ويتم سؤالهم عن بطاقات الهوية هذا يؤثر على الناس ويلحظون الاختلاف في المعاملة أيضا ملها الدفضع لم يخرج سالما مما حدث في النهاية ملها الدفضع يعتمد على الإرادات بعد هذا الحادث تعد زبائن عن الملها لعدة شهور كيف لنا كأشخاص عبيين أن نتعامل مع مثل هذه المشاكل؟ كيف يمكن أن يتحول فجأة الأشخاص الذين سقبلناهم بود وانفتاح إلى أناس يريدون الحق الأذى بناه؟ لذا فأنا أستطيع تفاهم وتأييد سياسة السيد فيلكي الذي يضرب بكفه على الطاولة ويقول فاض الكيل وإلى هنا وكفى حتى عمدة المدينة يكافح حتى اليوم هناك أشياء تقعوا في نطاق سلطتي وأشياء أخرى لا لقد رحت للمناقشة إنشاء مراكز تأهيل النفسي التي تتيح إمكانية معرفة أن هناك أناس أتوا بسير ذاتية لا يمكننا تخيلها وبذلك يمكننا توفير وسائل العلاج سواء طبيا أو تربويا أو اجتماعيا بشكل منكثف من أجل المساعدة ولكن الوسائل لم تكن متاحة لي حتى ريني فيلكي مشكلة لكنه لم يوزل أسبابها لا يجب أن تكون خائفا هل تريد أن تعرف أنني لست وحشا؟ أريد فقط أن أعيش السلام فرانكفورت أودا لديها ما يلزم لتكون منفتحة وودية ولكن يجب زالة قدر كبير من عدم اليقين لدى الكثيرين في المدينة وهذا لا يتعلق باللاجئين يجب زالة هذا الغموضة هل تستطيع المدينة ذلك؟ أتمنى ذلك